إلى منفنا للنقاش مباشرة والمتعلق بجامعة منتدى رؤساء المؤسسات التي جمعت اليوم حوالي ألف شخص بين فاعلين اقتصاديين أعضاء من الحكومة رجال أعمال على رأسهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات والحكومة على رأسها الوزير الأول أحمد أويحيا الوزير الأول أحمد أويحيا اليوم في قصر المعارض كأنه أراد أن يقول لرجال الأعمال وفرنا لكم كل شيء وننتظر منكم الآن كل شيء أمام حوالي ألف شخص من مختلف الفاعلين الاقتصاديين ومنظمات أرباب العمل حاول أويحيا تمرير رسالة مفادها أنه حان وقت رجال الأعمال لأن يقفوا مع الدولة في هذه المحنة التي تمر بها والأزمة الاقتصادية العصيبة ومذكرا بجملة من الإجراءات المتخذة المتخذة أهمها المزايا الجبائية تفضيل المنتج المحلي تفضيل الشركات العمومية أو الشركات الخاصة الوطنية على الشركات الأجنبية وغيرها من المزايا والقرارات والترسانة القانونية التي سنتها الدولة من حجل حماية كل ما تعلق بالمؤسسة الاقتصادية الوطنية ويحيا وفي إطار هذه الجامعة دخل صباح اليوم في نقاش مباشر مع الفاعلين الاقتصاديين طرح بعضهم مشاكل شخصية وطرح الآخر مشاكل متعلقة بمناخ الاستثمار والسوق في الجزائر وما تعلق بالمؤسسة سواء كانت صغيرة متوسطة أو كبيرة دعه يعمل دعه يمر هو شعار للاقتصاد الإسكتلندي آدم سميث مؤسس علم الاقتصاد السياسي اليوم هل يحيا يرفع هذا الشعار أمام رجال الأعمال ويقول لهم سنترككم تعملون وندعكم تمرون وما عليكم إلا الوقوف مع الدولة كيف يمكن أن تساهم مثل هكذا لقاءات في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطنية ما هي العراقيلة الحقيقية التي تعرقل نمو اقتصاد منتج بديل عن المحلوقات ماذا يشوب مناخ الاستثمار في الجزائر ولماذا كل مرة نتحدث عن مناخ استثمار ضعيف وعن عدم قدرتنا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وعدم قدرتنا على دفع الشباب إلى اعتناق روح المقاولاتية في الجزائر والعمل على تأسيس مؤسسات منتجة اليوم مع كوكبة من الفاعلين الاقتصاديين أسعد باستضافة السيد حاج مراد سعيد الرئيس المدير العامي شركة أدي دي سيبلاي أهلا وسهلا بك كذلك السيد إلياس بالغير ممثل جيل منتدى رؤساء المؤسسات أهلا وسهلا بك سيد مشكورة دعوة عبر الهاتف معي الدكتور عمر هارون وهو المحل الاقتصادي والمختص في المقاولاتية دكتور عمر مساء الخير سنعود إليه ربما المكالمة انقطعت نبدأ معك حاج مراد سعيد نحن اليوم نتكلم في الجزائر على اقتصاد أزمة اقتصادية حابين نرفعوا شوية من الجهد التاعنا باش نواكبوا وشو يحدث في العالم أول شيء نعرف أنه أرانا أمام أزمة اقتصادية في الجزائر نعرف بأنه الدولة دراهم مكانش نعرف بأنه الدولة الآن حابة من رجال أعمال تحركوا شوية التنمية في إطار اقتصاد بادل عن المحلوقات ما نروحوش للبيترول نخدموا اقتصاد بمنتج انت كيفاش تقيم كرجل أعمال اليوم كلام تعالي الوزير الأول وكيفاش تشوف المداخلات تعالي الفائلين وهل رانا في الطريق الصحيح في رأيك نعم شكرا سيدي هناك اليوم جامعة المنتدى أرباب العمل التي قمت ببراسافاكس هناك أيضًا جدًا جدًا هناك أيضًا اقتصادية موجودة في الجزائر لأن اقتصاد الجزائر منذ استقلال الجزائر الاقتصاد كان معتمد على المحلوقات 98% من صادرات الجزائر من المحلوقات صحيح اليوم هناك انهيار أسعار البترول صحيح كي يكون انهيار أسعار البترول هي انهيار جباية الجزائر هناك انهيار جباية الخزينة انهيار خزينة الدولة صحيح اليوم السيد الرئيس الوزير الأول قال لك لازم نخدمه قال لك الدولة ووفرت لكم ووفرت لكم ماذا يلازم المستثمر ماذا يريد المستثمر يريد العقار الصناعي العقار الصناعي اليوم موجود موجود اليوم والتكلمة ان اليوم العقار الصناعي ليس هناك عقود بيروقراطية يرابد بيروكراسي براريفه انتران فنانسي انتران فنانسي اللي يعتقبوا نيفو ديوالي هذا موجود المستثمر ماذا يريد يريد بنوك لمرافقته المستثمر ماذا يريد وسائل الاتصال هذو كامل اليوم يصنغيون موجودين ماذا يخص يخصنا العمل في الجزائر نحن نقصين في العمل هذا هو تشوف فيه انت سيد حج موراد نحن نشوف هو كالعمل جامعة الدول الأمم اليوم هو العمل نقدر ناخده بعض كالكس اكسبرينس نبقى تيركي تيركي جمهورية سادسة جمهورية سادسة مبدأوش هكذا أنا سألتك سؤال سيد حجموراد لو جاوبني بصراحة أنت كفاعل اقتصادي في الجزائر أنت تشوفين الآن أنا في الطريق الصحيح حطينا كما نقول القطار على السكة في رأيك لا أستطيع أن أقوم بإمكانك طريق صحيح أو صحيح هناك جهد هناك جهد لا أستطيع أن تكون درستانية سيدنا 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 عليها أن يكون جيل قائد للفعاليات الاقتصادية في الجزائر وقدوة للشباب الجزائرين صح التعبير. نحن للأسف في الجزائر لما نتكلمه على شباب مستثمرين لدينا صورة نمطية متعلقة باللونساج واحد لا يكذب على أخوه. سيد ياس نتكلمه بصراحة. يقول لك لونساج دو دراهم وراحوا. الشباب مش حاب يخدم. هل صحيح لدينا مشكلة عدم عمل في الجزائر وخاصة عدم رغبة في الاستثمار من طرف الشباب؟ أولا أسمحولي أن أشكر في دعوة النهار على الدعوة المباركة في هذا اليوم المبارك على القصد الوطني إن شاء الله أسمحولي أن أشكر كما تفضل الأخ معالي الوزير الأول على حضوري وتشريف المنتدى رؤساء الأساسات في طبعته الثالثة لأنه ليس طبع الأولى لأن الناس لا يتعلم في الفورم شاكاني إدين الونيفرسيتي دفسير فور وسيلة الإيكونامية الجريان للأمام إن شاء الله وبمرافقة الشباب نحن نمثل الجيل الف سيو عن مستوى الف سيو وهذا الدليل قاد على إرادة إرادة للأف سيو ومنتدى رؤساء المؤسسات على مرافقة الشباب في تطوير قدراتهم وفي دخولهم وولوجهم إلى السوق الوطنية السوق الوطنية بطبيعة الحال هي السوق واعدة وسوق ما زال تطلب كثير من المؤسسات ولذلك المتدى رؤساء المؤسسات بالذكائه وحينكته أراد أن يمر إلى مستقبلاً هذه المؤسسات أن تكون على قدم وثاق لتطوير الاقتصاد الوطني وتنميته وتنمية البناء التحتية الخاصة بالوطن نرجع لسؤالك نرجع لسؤالك بنوع إطالع كما تفضلت الكثير من الناس يوجد بعض الإجحاف في حق الشباب المقاول والشباب المستثمر بالرغم من أنه أثبت في العديد من المرات أنه شباب المقاولين قادرين على حمل المشعر الاقتصادي في البلاد وأثبت عن طريق الدispوزيتف وليد إطاتيك عن طريق لانساج لكناك والعنجام وأمثلة كثيرة نقدر أن أعطوا أمثلة بسيطة في السابق لا يمكن أن توفر للدولة على هذا الكام من الأجهزة الخاصة على سبيل المثال نأخذ الستارتوب في العديد من الأجهزة تحديد من الأجهزة من الأجهزة من الأجهزة من الأجهزة من الأجهزة وليد من الأجهزة رمي شوفوا واد كنيس رمي شوفوا جوميا جوميا ستمونبر معنا في الجيل أفسي يعني ما شاء الله في القطاع النقل نفس شيء كان وفرة والوفرة هذه ما ننكره من المؤسسات لانساج ولانجام رمي شاركوا بالكثير من شاحنة النقل من حفيلات وهذا دليل على تطور المؤسسة الجزائرية بعيدا عن النقل اليوم كما تكرم الوزير الأول بحضوره وبمرافقته مع الوزراء وكان على رأس مع الوفد المرافق وزير سكن وهو مشكور وكما نعلم المؤسسة الشباب عندها المنشارج مع الميليستر دابيتا 24 ميل اللجمان اليوم كوروشانتي وأثبتوا في السابق حقه نفس الرقم يعني هذا هذا دليل أنه عندنا كثير من الشباب لي يطمح في العمل يرغب في العمل ليطمح في العمل وأثبت وجوده على الميدان يعني لازم نشجعهم لازم نوجههم نوجههم لا بعيدا على التوجيه فقط لازم نتجيع أنا في كل مرة نشوف على مستوى الإعلام على مستوى الشبكة التواصل الاجتماعي الشباب هذا بطبيعة الحال لازم الشباب بشي يقدر ينافس في السوق لازم يتحصل على معدات لازم يتحصل على دي مويا بورترافعي سي سامبل حاجة عادية الشاب مش رح يخدم من عدم مش رح من شيء سيد حاج مراد سمعت كلام ضيف أيضا سي إلياس قبل قليل قتل رجل أعمال هو جي حوس يحوس على عقار سيناي حوس على مراقفة ورافقة البنوك ويحوس على وسائل اتصال وسائل اتصال نتكلمه على تسويق نتكلمه على إشهار نتكلمه على أمور كثيرة أنا السؤالي الصريح الآن نحن في الجزيرة عندنا فيه ثلاثة كينين رجال أعمال أخذوا أموال رجال أعمال رفقتهم بنوك أخذوا عقار وهناك وسائل اتصال لماذا ما قدرنا نحقق قفزة طفرة نوعية في الإنتاج ونتخلصوا على الأقل من بعض كيف تأنهما عن كيف؟ لماذا؟ جاملا لاсп��uru نحنало نحنForiva بما ذو نحن نحن أحرق نحن فترة عقار نحن فترة 男квي نحنolics نحنتign نحن في الجزيرة لتتج فعل س Whoa ليت لا أتموت قمتزاya ج؟ لا نشرح هذا فقمتزايا على أمياتي أجل أمنع الأطنقام مع تCollى في التساقلات تحت افترض حضاري حوالي أربع سنوات كنا بمانتغ كنا ندره المانتغ في حضاري اليوم حضاري يتسنى في الجزائر يتسنى في الجزائر في أبل ميار نحن نفت نقوم بزنة ينسي مارة ينسي المنك ينسي المنكفر ينسي المنكفر تأنينا قديم لم يحلقها من أموانات ليست وتعامل Universalتي في موناهج الموجودة إنها مخصصاة لم تتعامل البيوترة الكثير من 4 مماركين من موناهج المتعامل أغاد نقربيةً فقط مضع الرئيسة أحيانا أموانات لا تستخدموا من الطريقة من البيوترة لا تعمل البيوترة تعمل البيوترة التعامل البيوترة أعطيكم سنحن المتتخل للمشترك سنحنة Il y a certains secteurs d'activité aujourd'hui qu'on peut promouvoir en Algérie Notamment le secteur de la pétrochimie La pétrochimie c'est un secteur, là on est un pays producteur de pétrole On peut créer tout ce qui est annexe autour du pétrole On peut créer des PMI, des PMI Et c'est ça, ça bouffe du chômage Et ces jeunes-là, on va les faire travailler Ils vont avoir une expérience C'est ces petites entreprises qui deviennent des moyennes entreprises Et qui deviennent des grandes entreprises J'ai donc accompli l'adressée la按gesse folle Elle est un élève l' kö�le de la pétrochimie He oublie des trois types d'apositions Et ces questions que le ch Chevalier a tener une épouse C'est de nous des liewis Les进 sinceres dans les chambes On peut dr Yashab Llatin A régal de ses mots مساء الخير مساء النور أخي يا سر ومساء الخير ضيوفك الكرام ومشاهدين الكرام سمعت كلام ضيوفي الكرام الشاب الياس بالغيث وهو ممثل عن جيل أفسي سمعت كلام أيضا ضيوفي الكريم وهو رئيس مدير عام شركة وله باع كبير في مجال المال والأعمال كيفاش تشوف الانطلاقة كيفاش تشوف الآن مناخ الاستثمار والأعمال وماذا ينقصنا لماذا ما عندناش إيطاليا عندها حوالي 40 4 ملايين مؤسسة صغيرة متوسطة ليس كذلك ما زلنا في 600 ألف أعتقد هذا هو الرقم ماذا نزلنا اليوم تفضل إذا ننطلق أولا من العنوان تلك الجامعة الصيفية لرؤساء المؤسسات يوليك المعاونة بالانطلاق وكأننا لا نشعر مصدقين أنه يجب أن ننطلق من المؤسسة وهذا أمر مهم ومهم جدا ثقافتنا في الجزائر بعيدة كل البعد على الانطلاق في القطاع الخاص لأنه مرينا بسنوات وسنوات في القطاع الاشتراكي تحول الرأس مالية العشر سنوات يعني متعينات حتى لليوم نحن في إطار التحول إذن ثقافة المجتمعية ثقافة بسيطة جدا في المجال المقاولة وضيف إلى ذلك الكلام يقول فيه الضيف لمعاك يقول لك أن جراج الأعمال يحتاج فقط إلى قطعة أرض يحتاج إلى التمويل يحتاج إلى ميدياتيزازيون اليوم كنشوفه سيد وزير الأول لما تكلم مع رؤساء المؤسسات تشعروا أنه كان عنده شوية صعوبة في إيصال الرسالة حتى الأسئلة التي كانت طرحت لأحد الأسئلة قال له لماذا الدولة لا تصنع لنا مجال الإشهار وكأن الدولة سمحوا لي في العبارة ولدت هذه المؤسسات ويجب أن تكون ترعى هذا الولد صغير صحيح أنه يجب على الدولة أن ترعى في مجال قانوني ومجال تمويلي لكن لا يجب أن الدولة أن تفعل كل شيء اليوم على الرجل على الرجل الأعمال الجزائري على المدير مؤسس الجزائري أن يخرج من عقلية الرجل الأعمال الذي يأخذ المال إلى العقلية البرجوازية. والعقلية البرجوازية أقصد بها هنا هو الإنسان الذي ينتج تيمة مضافة في الاقتصاد. اليوم على رجال الأعمال أن يثبتوا ما قدمته لهم الدولة. هم يستحقونه. لهذا أنا دائما ما أنادي بالتكوين. لا يعني أن رجل الأعمال في الجزائر يملك مؤسسة ويسير مؤسسة لا يحتاج إلى تكوين. عندنا مشكلة كبيرة في قضية سويق. عندنا مشكلة كبيرة في قضية توافق بين أذواق المستهلكين وبين ما ننتجه مؤسساتنا. اليوم السوق الجزائري السوق مغري جدا. لكن لا نجد ذلك في أرض الواقع. وهنا أشير إلى الكلام الذي كان يكون فيه الزميلة والضيف الثاني أنه يجب أن نفتح المجال أهم الشباب. اليوم شبابنا رأي يتكون ورأي يبحث على آفاق لإنشاء مؤسسة جديدة. هذا لا يعني أن نقطة المؤسسة موجودة الآن. نبقى نبقى في دعمها ونحاول دعمها أكثر. لكن أيضا نشد على يد الشباب لرقادة من الجامعات ومن مراكز التكوين. لأنه هذكما الثروة الحقيقية للجزائر. وستقوني كما قال الوزير الأول في الخطاب من تعو وأنا أؤكد على ذلك أن الجزائر يعني جنة ضريبية وجنة في السهلات الممنوحة. لكن يجب علينا أن نعيد النظر في طرق تمويل هذه المؤسسات. يجب أن نعيد النظر في المراحل التي ننمول فيها المؤسسات. لأن المؤسسة ليست فقط أموال. ليست فقط تمويل. هي أيضا مراحاة للفكرة ومراحاة للتكوين. أنا أرفض فكرة أنه نملح مباشرة المبلغ التمويل النهائي للمشروع بشكل كامل. وفضل أن يكون منح المبلغ المشروع على مراحل الشباب. حتى الشباب يبدل المجهود من أجل دراسة جدوى الاقتصادية للأفكار متاعه. لما يجيوا حطها في أرض الميدان راح تكون هذه الأفكار أقرب إلى النجاح وأكثر نجاحا. هنا فقط أشير فقط. فقط هي خيارة. سيلياس. ليس يعطينا كلمة هنا لأنه يتكلم أنت عند الشباب. إلياس أنت قال لك ليس غير أموال. ليس غير إمكانيات. لازم دراسات جدية حول المؤسسة. هل هذا موجود عندنا اليوم في الجزائر؟ بطبيعة الحالة يوجد دراسة جديدة. أنا ديما أطلب دراسة جديدة تكون مسبقة. ما عند صاحب المستثمر أو صاحب المقاولة. دعنا نتكلم عن قطاع الخدمات. يعني أنا كمقاولة نقدر نتكلم معك في قطاع الخدمات أكثر. الشباب حاليا يعني يوجد مشاكل بسيطة. مشاكل بسيطة تعرق تنمية المقاولات الشبانية وتعرق الشباب الحصول والولوج والتنفسية في السوق. على سبيل المثال نأخذ قطاع المقاولات وقطاع البناء. المشكلة الكبيرة في التصنيف. التصنيف الشباب حاليا في الدول الكل كان مقاولات عامة وكان استشاري وكان مقاولين تنفيذيين. وهنا يدخلوا كما تحدث الأخ يدخلوا البي امي والبي امي يدخلوا المؤسسات المصغرة والمتوسطة. لأن المؤسسات المصغرة لا تنجي مش تولج إلى مقاولات عامة وتتحمل دفتر أعباء كبير. لكن في الجزائر العكس. الجزائر تقدر تروح على مستوى السجل التجاري وتتحصل على جميع الأنشطة الصناعية في المجال البناء. في يوم بطلب بسيط. هذا يعيق المقاولين المختصين. في الدول الأخرى يوجد مقاولين الباطن ومقاولين الباطن عندها مهندسين وشركة الكبرى تمدلها المشروع وشركة الكبرى لأن الشركة الكبرى على هذهك تشوفوا تعطل كبير في التنمية على مستوى البلاد تتعطل في الوقت التاح بيش تنجز حبيت تقول لي سيلياس بيش المقاطعة أن الشركات الصغيرة ومتوسطتات تعيش من الشركات الكبيرة تعيش لازم هكذا واحد يعيش واحد أكيد تخدم ناسا تقضي على البطالة وهذا متعرف بها دولين وليس في دولة من الدول وهذا هو يقصنا في الجزائر؟ أكيد هذا هو المشكلة؟ أنه شباب يدير مؤسسة صغيرة ما يلقاش مع من يخدم؟ أكيد هذا هو الإشكال لأنه لا يوجد تصنيف ولا يوجد ترخيص الكل يستطيع ولوجه إلى نفس المشروع وهنا تصرى المنافسة وتكون فيها الأقل سعر والأقل عرض والأقل سعر والأقل عرض بحسب القانون الصفقات لا تنجمش تدخل فيها لازم تديها الأقل سعر والأقل عرض وهذا يعرق التنمية في البلاد لأنه تكون اختصاصية كل مقاولة في الترصيص الصحي في الVRD في الباطمان في الكونستريكسيون في الإنشاءات المقاولات في الإنجاءات في جيني سيفيل سنرى سنويا يتخرج الألاف من الطلب الجمعين في المجال الهندسة المدنية سيد ليأس لا تنسى شيء تقول حتى الحاج سعيد لا تنسى شيء تقول سنرفع على مسامعنا أذان صلاة العشاء وبعد الفاصل الإشارية ثم نكمل النقاش مع بعض مشاهدنا نستمع على صوت الحق ونكمل بعد ذلك حالا بكم مشاهدنا من جديد في نقاش على المباشر حول لقاء الحكومة برجال الأعمال اليوم تحت شعار عاونونا نعاونوكم سيد حاج مراد سعيد سمعت كلام الدكتور تفضل عن ذكر الدعالية نعم نوو فاقش دكتور قال مقاولين مقاولين ils ont une volonté aujourd'hui ils ont une volonté de travailler le fait aujourd'hui le fait ils améliorent leurs produits c'est une volonté moi ce que je peux dire le climat des affaires c'est vrai il n'est pas aujourd'hui très très bon en Algérie mais on peut l'améliorer si on parle de l'entrepreneuriat l'entrepreneur l'algérien l'entrepreneur il veut développer il veut aller à l'international il veut il veut faire des choses il veut faire des miracles qu'est-ce qu'il lui faut il faut juste l'encadrer il est la compagnie il y a une grande volonté de la part des entrepreneurs en Algérie ce n'est pas aujourd'hui qu'aujourd'hui les entrepreneurs ils ont des impôts ils ont des déclarations mais c'est vrai je ne dis pas qu'un des entrepreneurs il respecte la loi intégralement il respecte la loi il y a quelqu'un qui est là c'est cette doula il est comme le fait qu'on est en train de se lever chaque matin et d'améliorer nos produits c'est qu'il y a qu'il y a les moyens c'est vrai c'est vrai le fait c'est vrai il a parlé de l'entrepreneuriat il a parlé de l'algerie il dit il dit l'entrepreneuriat ça veut dire c'est à dire l'entrepreneuriat il est dans notre sang on est entrepreneur dans notre sang il y a certains mécanismes maintenant à mettre en place pour sortir de cette bureaucratie c'est vrai il y a une bureaucratie qui gênent l'Algérie. Ce matin lui-même, il plaint, il dit qu'il Gustavo حقا لن يستطيع인 جنعني . لن يستطيع العمل مع ن 자م عدد لن يستطيع الان عدد الشركات . نجد لا يستطيع عدد dans les 5 ans à venir, dans les 5 ans, les 6 ans, les 7 ans à venir, mais on ne peut pas le produire dans l'année qui suit. Parce que le véhicule, je connais le barbéris, je connais le clapidac, je connais le clapidac, il faut le réunir. Il faut le réunir autour d'un projet et puis on peut créer un projet industriel qu'on va appeler l'automobile ou là d'autres secteurs. Moi, j'ai parlé de la pétrochimie. La pétrochimie, il y a beaucoup de pétrole en Algérie. On peut créer cette filet, on peut la développer autour de ça. On peut aller au marché de l'agroalimentaire, on peut le développer. Et le tourisme, c'est le 3 secteurs. D'ailleurs, le Premier ministre, il a dit que ce sont les priorités qu'on peut développer immédiatement. Parce que même la culture de l'expo, c'est un métier. C'est un métier. Parce qu'il y a un métier. C'est un métier. C'est un métier. C'est un métier. C'est un métier. Je ne sais pas. 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 C'est un métier. Il y a un client depuis 10 ans. et ce n'est pas du jour au lendemain le client qui va le lâcher. Moi, il faut d'abord structurer le marché local. Il faut structurer le marché local. Il ne faut pas aller à genoux au marché international. Il faut aller debout. C'est-à-dire des entreprises. Elles vont être normalisées. Elles vont être certifiées. Ils vont aller au marché. Ils vont aller au Wakfim. Je ne dit comme eux. On n'annonce pas. On doit auは grave. On leur England. Aujourd'hui, il faut normaliser les entreprises d'abord. La totalité des entreprises est normalisée. يوجدون جدودين لناولابيين وهي في السابق sogar ه controversy كن يمكنÉ قلته متفولني مجال معerel نرجع لك أستاذ حاج مراد نرجع لك دكتور هارون باختصار شديد في أقل من دقيقتين لما نتكلم في الجزائر عن مناخ استثمار عن مؤسسات مقاولاتية مؤسسات صغيرة متوسطة في رأيك باختصار ماذا يجب أن يكون اليوم لانطلاق قوية في نحو مؤسسات منتجة بعيدا عن كل العراقيل بعيدا عن كل ما يشوب هذا المناخ الاستثماري خليلي نرد فقط على ضيفك لما تكلمت عن ما هو موجود في المؤسسات الوطنية ما قلش أن المقاولين لا ينتجون قلت أننا عدنا مقاولات كما قال الوزير الأول عائلية ما عدناش الفكرة مقاولة ولا مؤسسة متكاملة فيها إطار إداري أغلب المديرين ملاك المؤسسات هم المسيرين انتحها وفي الكثير من الأحيان لا يملكون الأدوات السيرية الحديثة من أجل الوصول بهذه المؤسسة إلى العالمية يعني اليوم لا نطلب المستحيل من المقاول الجزائري أنا ببساطة كلامي واضح وصريح على المقاول الجزائري أن يطلب المزيد من المعرفة في المجالات التي لا يعرف فيها من أجل أن يستطيع أن يحول المؤسسة تنتج منتج منتجات حتى لو كان ذات جودة إلى مؤسسة تستطيع أن تذهب إلى العالمية اليوم مؤسسة العالمية أي دخل مداخل خيالية جدا يعني بين ملايين الدولارات أعود إلى سؤالك فيما يخص المناخ الاستثماري اليوم من خلال خطاب اللي وجهه اليوم الوزير الأول في الجامعة لمتدر رؤساء المؤسسات حسنا لهجة جديدة وخطاب جديد هي لهجة تطمينية للرؤساء المؤسسات والقطاع الأعمال بصفة عامة الوزير الأول يقول كما تفضل في عنوانك عاونونا نعاونوكم إذن اليد الحكومة ممدودة على مصرعيها إلى رجال الأعمال إلى المقاولين لا أحد يبحث عن شيء غير تطوير الاقتصاد الوطني اليوم لكن الشيء اللي خصنا وأنا كنت قلتها معك في حصة سابقة سياساتنا رائعة لكن نظرتنا التطبيقية دايما تخصها مشكلة وهنا نتكلم اليوم مثلا على خمسين منطقة صناعية التي نتكلم عليها الوزير الأول لمنح فيها الحرية للولاد أين كنا من هذا القرار وسؤال آخر لماذا لا نمنح القرار الاستثمار خاصة في المشاريع التي لديت جوز خمسة مليار لرؤساء البلديات لماذا لا نخلق منافسة بين رؤساء البلديات ونحفزهم ورئيس البلدية ليجبلوا استثمارات أكثر البلدية نحفزهم من خلال راتب أعلى مثلا آخر أين هي الدراسات الجزئية على مستوى البلديات وعلى مستوى الولايات كان هناك بعض البوادر لكن اليوم تقريبا مكتفية نريد أن تدخل الجامعة ونحن موجودين وحاضرين من خلال دراسات جزئية في كل ولاية وفي كل بلدية نعرف ما الذي ينقص وما الذي يمكن أن تقدمها هذه البلدية لأن بلدية في سقهرات ما عنداش نفس الإمكانيات كما بلدية في وهرن نمكن أن ننميها لكن بمشاريع مختلفة عن الموجودة في تفاضة وللموجودة في الندية وللموجودة في عندفلا إذن يجب أن نبحث أكثر في الناحية الجزئية أمر آخر أريد أن أشير إليه أخياتك وقضية الضرائب مثلا لماذا لا نمنح امتيازات ضريبية لمؤسسة الكبيرة التي تمنح مواقب عمل بيادة وتمنح إنتاجية أكثر الوزير الأول قال بأن الجزائر هي من أقلائل الدول التي فيها مزايا جبائية ونظمها الضريبي مريحة للاستثمار الوقت لأسف إذا همنا شكرا جزيل فضل فضل كلمة أخي العب فيما أنا الشيء الوحيد الذي ممكن أن نقوله أيضا ونزيد ننظيفه أكثر هو أنه على الدولة شيئا فشيئا أن تتخلى عن القطاعات التي تحتكرها طبيعيا عليها أن تمنحها وتنظم هذه القطاعات الاقتصاديها من خلال سلطة الضبط يجب أن نفتح الاقتصاد الوطني في قطاعات النقل شكرا لك شكرا لك دكتور عمر هارون الكلمة لك سيلياسب أخير أستاذ حاج مراد اليوم لما نتكلمه على كما كان يقول دكتور عمر هارون قطاع كبير راهو الآن معاولة عليه الجزائر هو الفلاحة الفلاحة القطاع الغابي تربية المائيات هذه أمور نعم سيد البحري ولكن للأسف الشديد لما نجو للوزير الفلاحة قبل يومين قررنا مشين اكتفاء ذاتي 75% أي قريبا إن شاء الله ما بقالهش بزاف هل عندنا مؤسسات مقاولتية شبابية نشط في هذا المجال أكيد يوجد الكثير من الشباب اللي يولجوا القطاع الفلاحة ولكن كان موضوع أهم لازم تطرقوا ليه هو لازم الشباب يتحصل على الامتيازات لحد الآن أنا ما شوفش الامتياز الفلاحي يولجوا ليه الشباب العقود لامتيازات الفلاحية تتعاقد مع شباب المقاول حاليا ما زالنا نخموا بالعقلية البيزون عقلية ما زال الفلاحة ما زالت ما يدخلتش لسة مرات نتكلم على المجال المجال التاني هو المجال للفلاحة والغابات في الغابات حاليا الكثير ما أعلم بالهمش باللي جزائر عندها مقدرات هاي لها في الغابات احنا في ولاية طرف لوحدها ما ننهضرش على ولاية سكيك دا ولاية جيجل اللي ذات انتونسي تدريسيف امانس احنا في لا طرف عنا 160 ألف هكتار غابات شوف المنتوج الخشب الصناعي لو كان يدفلوريزها ليفوريتانا وش رح يكون نهيك على المستخلصات الزوت النباتية نهيك على قشور الفلين على باقي احنا مصنفين دولين من الأولى الدول للإنتاج مادة الفلين يعني عدنا في نظام البيئي نظام ليكو سيستامي عدنا في الجزائر فرص نقدروا نولجولها في الاستمار ونقدروا نستغلوا وشعدنا بطريقة حال بطريقة مستدمة في قطاع التربية المائية الجزائر الله يبارك عندها أكثر من 1600 كيلو متر كوت ساحل ويعني تقدر تقول من أجود المياه العدبة عالميا لأنه ما عدناش صناعة كالدول الأخرين ما عدناش تلويث على مستوى البحر يعني عدة قطاعات لنقدروا نحنها تكون تدخل في أول حاجة تدخل في الاكتفاء الذاتي على مستوى المحلي لأننا نشوف ودرك المواطن ما زال ما يتعطاش المد سمك بوفرة تدخل في الأمن الغذائي للمواطن يتبقى لازم مستثمر يدفرسي فيه البروجيه ينوع ما يتاكلش كما يقول الأخ المحل الاقتصادي ما يتاكلش غير على الفان بيبليك ما يتاكلش على الخزينة العمومية وش مصطفة فيها ما يتاكلش على وش كاين في البنوك تانا يوجد مقدرات هائلة نقدرون نثمنوها ونقدرون رحو بيها بينجر لا تكلمع أخير ونخطم سيد حزمورة تفضل لا لا أريد أن؟ أعرف نحن نركش うkun تفضل لأن لأن 항itter Ske球 gentlemen ءوان ذه be يساعد من أعمالك واني أمراكم الألوار يساعدنا الآن الإتصاله يساعدني لنصنع لنزيل الملتقال يكون هنا يوجد الامر الدين detنيا Après, il y a la technique. هذه الشابات, هذه الجنة, ce qu'on parle des start-up, la diger, la danseja, ils n'ont pas fait que des erreurs. Il ne faut pas aujourd'hui, on va faire un comptable, on va faire des comptables, on va dire... ... ... ... On parle du développement des start-up. On est au niveau de l'Algérie. Aujourd'hui, si on n'est pas... On est en très, très bon voie au niveau des start-up. Ces gens-là, ils peuvent nous faire développer les règments numérisés. L'électronique et le règlement. L'avenir, c'est du numérique. C'est l'intelligence. C'est l'intelligence économique. Ce n'est pas ce qui se fait. Le monde n'est pas là. Le monde est ailleurs. Les شركes petites, le nombre d'électroniques éclats sont en tant que l'électronique ou en règlement. D'accord. Les modèles aujourd'hui, ce ne sont pas les modèles d'avoir 1000 ou 2000 employés. Ce sont les modèles d'entreprise qui ont ce qu'on appelle les PME. Les PME qui ont une dizaine, une quinzaine d'employés. C'est ça l'avenir. Il faut aller vraiment à la réforme de l'éctisade et travailler sur l'intelligence économique. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. أيضا مشاهدينا على حسن إسراء ومتابعة. الشكر إلى كل الطاقم العامل معي هذا المساء. سلام عليكم.